صباح الجمعات السابع والعشرين من تشرين الثاني من عام 2020 لم يكن يوماً عادياً في إيران مع حادثة اغتيال العالم النووي محسن فخر زادة اليوم وبعد نحو عامين على اغتياله تتكشف تفاصيل أكثر عن العملية التي لم تستغرق ثلاث دقائق وتمت بشكل آلي مع هروب صاحب السيارة التي نفذت بها العملية للخارج لكن اللافتة فيها أيضاً مشاركة ضباط كبار من الحرس الثوري بقتل فخر زادة الذي كان من المفترض أن يكون تحت حمايتهم هيئة الإذاعة البريطانية كشفت من جانبها أن أن طهران اعتقلت العشرات من ضباط الحرس الكبار على خلفية الاغتيال بتهمة التجسس والتواطئ في الاغتيال وأكدت الإذاعة البريطانية أن وزير الاستخبارات الإيراني السابق محمود علوي أبلغ بوجود مخطط الاغتيال في نفس المكان والتأريخ قبل شهرين من اغتيال فخر زادة مرجحاً أن يكون العقل المدبر من الحرس الثوري إضافة إلى سفراء إيراني أمام هذه الحقائق يتضح أن اغتيال فخر زادة لم يأتي مصادفة في جهاز يعتبر عصب النظام الإيراني ففي آخر يوم له في منصبه أكد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أن إسرائيل سرقت الوثائق النووية الإيرانية وعرض رئيس وزرائها السابق بنيامين نتنياه حينها ذلك الإرشيفة في نيسان من عام 2018 مصلطاً الضوء على دور محسن فخر زادة في برنامج أسلحة إيراناً نووية غير المعلن وردد نتنياه مراراً وتكراراً اسم فخر زادة داعياً إلى تذكر هذا الاسم وبعد عامين من ذلك المؤتمر اغتيل بالفعل وبالعودة إلى الاعتقالات المتكررة في صفوف الحرس الثوري الإيراني يتضح بالدليل أن ذات المنظمة المتهمة بارتكاب جرائم ضد المدينة في داخل وخارج إيران لم تعد بذات القوة والتماسك الذي تعرض به نفسها لحماية البرنامج النووي الإيراني الذي يظهر أنه في مهب الريح رغم مناورات طهران السياسية ولي يترك ليشكل تهديداً فعلياً لأمن المنطقة